اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شما بوبرو روحو حيو قديشو حضلو شريرو آمين ولغاية سفر الرؤية وما زلنا مع بعض مواصبين في دراستنا لسفر التكوين اللي هو سفر البدايات ووصلنا في هالدراسة إلى الإصحاح 30 بنعمة ربنا اليوم ختمنا في الحلقة الماضية دراستنا للإصحاح 29 ولي كان عم يحكي عن وصول يعقوب إلى فدان آرام وكيف تزوج بليق أو راحل وكيف خدع وخاله 14 سنة حتى ياخد راحل زوجة لألو حلقتنا في هاليوم أختي الأحبة بنعمة ربنا راح نكمل مع بعض دراستنا في سفر التكوين والإصحاح 30 ولي بيحكي عن مباركة الله ليعقوب بالبنين وبالأموال لكن أيضا في الصراع الذي حدث بين الأختين بين راحل وليئة واللي كانوا اتنينتهم زوجات ليعقوب لكن بعد الفاصل فابقوا معنا رجعنا لكم عن جديد أختي الأحبة بعد هذا الفاصل القصير حتى نتابع مع بعض أحداث الإصحاح 30 من سفر التكوين واللي حكينا فيه مثل ما قالنا بيحكي عن مباركة الرب ليعقوب بالأموال وبالبنين لكن أيضا عن الصراعات اللي حدثت داخل هذا الإصحاح بين ليئة وبين راحل في الأعداد من 1 إلى 13 بيخبرنا الكتاب المقدس في هذا الإصحاح ويقول أنه فلما رأت راحل أنها لم تلد ليعقوب غارة راحل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت فحمي غضب يعقوب على راحل وقال ألعلم كان الله الذي منع عنك سمرة البطن فقالت هو زاجارية بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين فأعطته بلها جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا فقالت راحل قد قضى الله لي وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا لذلك دعت اسمه دانا وحبلت أيضا بلها جارية راحل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب فقالت راحل مصارعات الله قد صارعت أختي وغلبت فدعت اسمه نفتالي ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا فقالت ليئة بسعد فدعت اسمه جادا وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات فدعت اسمه أشير يعني من خلال هالآيات مثل ما سمعنا صار في حسد صار في صراع بين هالإختين اللي هني زوجتين ليعقوب وجود امرأتين تحت سقف واحد أكيد بسبب الخلافات حتى بين المرأة وأختها وهذا كان صراع آخر في حياة يعقوب يعقوب اللي بدأ سلسل صراعاته مع أخوه عيسو وهني بعد في الأحشاء مثل ما شفنا في تكوين خمسة وعشرين وما اكتفى بهذا الأمر إلا أنه صارعه أيضاً صارع عيسو أيضاً وهو كبير واختلس منه البكورية والبركة ونشوفه الآن بهذا الموقف وهو عم يعيش في جو عائلي مملوء بالصراع بين زوجتيه ليئة وراحيل رحيل اللي غارت من أختها لأنه الرب لم يعطيها أولاد تألمت ليئة من رحيل لأنه يعقوب فضل رحيل عليها رحيل رغم لكن رحيل رغم نظارة الوجه رغم جمالة لكن كان عندها عم يظهر فيه شخصيطه كان فيه شحوب شحوب روحي من خلال الأحداث اللي قرأناها بنشوف أنه على الأقل على الأقل في بداية مسيرته مع يعقوب ما كان عنده علاقة حقيقية بالرب ويخبرنا الوحي المقدس أنه بعدين مثل ما رح نشوف في تكوين 31 الإصحاح القادم أنه سرقت أصنام أبيها وما كان عنده محبة لأنه مثل ما بنعرف أختي الأحبة مثل ما يقول الكتاب في كورونتوس الأولى والإصحاح 13 بيقول المحبة لا تحسد لا تطلب ما لنفسها المحبة دائما تطلب ما للآخر ما بتحسد الآخر وشان هيك بنشوف ومع الأسف أنه أول كلمات بسجلة الكتاب المقدس لراحيل كانت بسبب غيرتها من أختها وقالت لي يعقوب قالت له لي يعقوب أنه هب لي بنين وإلا فأنا أموته أعطيني ولاد وقال لي رح موت وقال لك شنون يعني رح تموتي يعني بدون أولاد أحسب كميتة أو أنني أموت من الحسرة حالة راحيل اليأسي هاي أعتقد لأول مرة خلت يعقوب وهي المرة الوحيدة اللي بيسجل عليها اللي بيسجل الوحي المقدس على يعقوب أنه غضب على راحيل ويقول في غضبه لعلي ما كان الله لذي منع عنك سمرت البطن أنه أنا هل يعني أنا وكأنه يعقوب عم يقول ليش عم تشتكيلي روحي لربنا وتعلمي أنه تصلي وتشتكي له مثل ما عملت بزمناتها عمتك رفقة اللي هي أمه ليعقوب من قبل وفتح الله رحمة فهيك دخلت الصراعات بين الأختين إلى مجال آخر في التنافس كل وحدة منهم بد أن يكون إلى بنين أكتر من الآخر وكل وحدة منهم أعطت يعقوب جارية حتى يولد منا من بلها يخبرنا الكتاب جارية راحيل ولد لي عقوب دان ولي معنات اسمه يدين أو يقضي ورحيل كانت عم تعني بهذا الأمر أو بهذا الاسم أنه الله قضى لها وأنصفها وعطاها ابنا لأنه راحيل قالت فتلدوا على ركبتية وهي العبارة تعني أنه الجارية كانت تضع ولدها بحضور سيدتها فالسيدة شو بتعمل بتحط الولد على ركبتيها علامة على أنه تتبناه أو تبنت هالولد وبتحسبه كابنة وسمرت أحشاء وابنة جارية كان يحسب لسيدتها فالجارية وكل ما تملك كان ملك للسيدة أو لسيدتها والابن الثاني سمته نفتالي ويعني مصارعتي لأنه راحيل قالت قد صارعته مصارعات الله أو قد صارعته أختي مصارعات الله وغلت وهو بيدل على يعني على ما كلف راحيل من جهاد حتى تغلب أختها لايئة كمان ما قصرت بالموضوع وعملت مثل ما عملت أختها راحيل وقدمت لزوجها جاريتها زلفة وولد من زلفة أو يعقوب أنجب من زلفة جاد اللي معناته الحظ سعيد أو أعطى بسخاء لأنه ليئة قالت بسعد وهي تعني أنه في صراعة مع أختها الله أعطاها عطية ووفقة وبعدين أنجبت ولد آخر فقالت ليئة الله أسعدني وسمته آشير معنات آشير يعني سعيد أو مغبوط فليئة صارت مغبوطة من قبل كل النساء لربما كان كل هذا الصراع أخوتي الأحباب بين هالأختين بسبب أعتقد بسبب أنه ممكن أنه سمعوا من يعقوب الكثير عن وعود الله لإبراهيم ولإسحاق ولأله وليعقوب بالذات واللي رح يتمتع فيه نسل من ميراس لأرض الموعد وبركة بمجيء المخلص ممكن أعتقد كان الصراع يقوم على أساس شوق كل من راحيل وليئة أنه يحظى نسل بالوعد الإلهي ويتحقق فيه المواعيد الزمنية والروحية ممكن الكتاب ما بيشرح لنا لكن ممكن جدا بعدين في الآيات من 14 ولغاية 24 بخبرنا الكتاب يقول ومضر أبين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه فقالت راحيل لليئة أعطني من لفاح ابنك فقالت لها أقليل إنك أخست رجلي فتأخذين اللفاح ابني أيضا فقالت راحيل إذن يتجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني فاتجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا فقالت ليئة قد أعطاني الله إجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي فدعت اسمه يساكر وحبلت أيضا ليئة وولدت ابن سادسا ليعقوب فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زابلون ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت وولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اسرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي رأوبين ابن ليئة بتخبرنا هالآيات أنه وجدت في الحقل نبتة اسمها اللفاح بيسموه كمان تفاح الجنة وكانوا يعتقدوا أنه هاي النبتة هاي بتجلب محبة الزوج أو بتزيد من الحب رأوبين جاب النبتة هاي اللفاح وأعطاه لأمه ليئة ويبدو أنه من الأحداث يبدو أن يعقوب كان قد هجر ليئة ليعيش مع راحيل يعني هجر لفترة خلاص جاب أنجب منه أربع أربع بنين ويبدو أنه كان عم بيعيش هذيك الفترة مع راحيل وطلبت راحيل من ليئة أنه تعطيه هادا اللفاح وهذا كمان خطأ آخر بنشوفه لي راحيل أنه عم تؤمن بهالمعتقدات والخرافات أنه من نبتة ممكن تزيد محبة زوجة لألة بمحاولات بشرية عم تشتغل محاولات بشرية فاشلة عوضا أنه تصلي وتلجأ إلى ربنا التجهت إلى محاولات بشرية ضعف بشري عند راحيل على أنه ليئة انتهزت هالفرصة هي الأخرى كمان وسمحت لأختها بأنه تاخد اللفاح على أنه تترك ليعقوب يعاشرة في هديك الليلة أخدت اللفاح وعطته لرحيل وراح يعقوب إلى عند ليئة ويقول لنا الكتاب أنه أنجبت ليئة يساكرة بعد ما اتجع مع يعقوب أي معنات يساكر أي جزاء وهي تعني أنه الله قد أعطاها إجرتها وأنجبت بعدين ليئة بعد هذا الأمر ابن تاني أو ابن سادس خلينا نقول اسمه زابولون واللي بيعني أنه الآن يساكنني رجلي مثل ما قالت ليئة لأنها ولدت له ست بنين بعد هالأولاد ولدت بنت سمتها دينا والإشارة لدينا هون بسبب قصتها اللي راح نشوفها بعد هالأصحاحات بعد أصحاحات من سفر التكوين سمح الله بعقم راحيل لغاية أنه يفتح قلب يعقوب فيحب ليئة اللي كانت مكروها بنظره وبسبب آخر هو أنه راحيل تصير رمز للكنيسة مثل ما حكينا أو للأمم اللي كانوا في حالة عقم ما كانوا يعرفوا الله كانوا في حالة عقم إيمانيا لكن أصبحوا بعدين مسميرين ولدوا البنين وراح نشوف كيف راحيل تولد يوسف اللي هو أجمل رمز بين الرموز إلى شخص المسيح ويبدو أنه أخيرا ألقت راحيل رجاءة على الله وقت فشلت كل الطرق البشرية اللي استخدمتها خارج دائرة الإيمان واتكلت على الله عندها إذن يقول كتاب فتح الله رحمها ووهابها ابنا دعته يوسف يوسف شو معناته؟ يعني النمو أو سيف بنقول بالسرياني يوسف معناته النمو أو الزيادة وكانت راحيل واسقة في الله اللي يعطي ولا يتوقف عن العطاء دائما بدى يوسف وكأنه عطية خاصة من الرب بعد ما انتظروا يعقوب انتظار طويل مثل ما انتظر إبراهيم لإسحاق يعني جده إبراهيم انتظر أبو إسحاق يعقوب أيضا انتظر هذا الابن من راحيل من المرأة التي كان يحبها لكن بولادة يوسف شو اللي صار؟ أمحي العقم عن راحيل وعرفت انه الله استجاب صلاة يعقوب لأجله الله هو من يعطي الحياة يعطي الخصب وينزع العار عن المرأة العاقر مثل راحيل فضل يعقوب راحيل على ليئة وعاقبه الله وفتح أحشاء ليئة وعطاها الابناء العديدين ست بنين وبنت ولما صلت المرأة العقيمة إلى الرب كمان فتح الرب أحشاء الله بيشتغل بطرقه الخاصة وبيعرف أوقات وتوقيتات خاصة حتى يعطي فيها بركاته ليس كما نحن نطلب لكن كما يرى الله في التوقيت المناسب وفي الزمن المناسب يعطي الله من عطايا لأنه مكتوب كما تبعد السماء عن الأرض هكذا تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم أختي الأحبة خلوكم معنا بعض الفاصل حتى نتابع أحداث القسم الثاني من هذا الإصحاح واللي بيحكي فيه عن البركات اللي أكتر فيها الله من الغلال يعقوب وبركه بالمال متل ما بركوا أيضا في البنون لكن بعض الفاصل فابقوا معنا رجعنا عن الجديد أختي الأحبة حتى نتابع أحداث القسم الثاني من هذا الإصحاح الجميل اللي بيحكي فيه اللي فيه أيضا رموز جميلة جدا وكيف الله تعامل مع أولاده مع يعقوب مع ليأة مع راحل في هذا القسم الثاني رح نشوف كيف الله يكسر من غلال يعقوب وإن استخدم يعقوب طرق أيضا ممكن يظن البعض أنه هي احتيال في الآيات من خمس وعشرين رح أرجع أقرأ الآية كمان مرة من خمس وعشرين وغاية أربع وثلاثين بخبرنا الكتاب قائلا وحدث لما ولدت راحل يوسف أن يعقوب قال للابان صرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي أعطني النساء وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفائلت فباركني الرب بسببك وقال عين لي إجرتك فأعطيك فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسعى إلى كثير وباركك الرب في أسري والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي فقال ماذا أعطيك فقال يعقوب لا تعطني شيئا إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها أجتاز بين غنمك كلها اليوم واعزل أنت منها كل شات رقطاء وبلقاء وكل شات سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزي فيكون مثل ذلك أجرتي ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزي وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي فقال لابان هو زاليك بحسب كلامك فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى أيدي بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية قرأنا كم آية تانين زيادة حتى شويه كنفهم الأمور كيف صارت بسياقة مع ولادة يوسف في الآية 25 بنشوف بيصدر قرار عن يعقوب قرر يعقوب أنه يترك فدان آرام فجأة مع ولادة يوسف قرر يعقوب أنه يترك فدان آرام ويرجع إلى بيت أبيه في أرض المعاد ويوسف أحبايا مثل ما ذكرت قبل شوي اللي قال عنه الكتاب في آخر إصحاح من سفر التكوين تقريبا في إصحاح 49 اللي هو أجمل رمز وصورة عن رب يسوع المسيح يوسف قال عنه الكتاب وقت الأخذ البركة من يعقوب يقول يوسف غصن شجرة مسميرة غصن شجرة مسميرة على عين بيعتبر يوسف أروع رمز للرب يسوع المسيح لأنه في أكتر من مئة مشابهة بين حياة يوسف وحياة الرب يسوع المسيح فكل المفسرين كل الآباء بيقولوا أنه يوسف هو من أجمل الرموز عن شخص الرب يسوع المسيح وقرار يعقوب بالتخلص من سنين العبودية اللي عاش في فدان آرام واللي ارتبط مع مجيء يوسف كأنه مثل ما يقول بعض المفسرين كأنه يقولنا في صورة الرمز أو في الرمز أنه بدخول المسيح في حياة الإنسان وفي قلبه بيجعل من هديك الإنسان أنه يترك العبودية ويحن إلى كنعان السماوية والعلاقة والشركة مع الله طبعا طلب يعقوب من خاله لابان أنه يعطيه الإذن أنه يرجع إلى أرضه إلى بيته إلى أبوه إلى أمه ونساءه وأولاده معه يأخذهم بكلمات تحمل عتاب حازم ورقيق في نفس الوقت لأنه قضى يعقوب 14 سنة مثل ما سبق وذاكرنا بيخدم حتى يتزوج بيخدم خاله حتى يتزوج من راحيل لكن خاله غشه وعطاه ليقة كمان فخدم 14 سنة وليس فقط 7 سنين وهو حاليا عم يخرج من عند بيت خاله ليرجع لبيته وعنده عشر أولاد هو أيضا ابنه ومعه زوجتين لكن لا يملك شيء من الغنم كان لابان يدرك تماما بركة الرب من الحديث مبين تماما أنه بيدرك بركة الرب العاملة في بيته بسبب يعقوب فكان راغب أنه لو بقي يعقوب معه حتى تستمر هالبركة فيه طمع فيه جشع من وقت ما يجي يعقوب وعمير عالو غنمه كترة الأغنام وكترة الأبقار وكترة المواعز وكترة الخيرات كلها يأتى عند لابان فما رح يتخلى عنه بسهولة بعدين بنشوف أنه يعقوب ولابان عم يتفقوا على طريقة معينة ياخذ فيها يعقوب إجرته فطلب يعقوب أنه يجتاز بين الغنم هو ولابان ويكون لابان معه وهو اللي بيعزل مين؟ لابان اللي بيعزل ويختار ويشرف على عملية الفصل حتى يضمن حقه فتكون ليعقوب كل شات بلقاء بلقاء يعني تكون النقاط السودة والبيضة منتشرة بالتساوي تقريبا في الشات ورقطاء يعني سودة كاملة لكن فيها نقاط بيت وكل شات سودة وأيضا كل معزة بلقاء ورقطاء قبل لا بان عرض يعقوب لأنه افترض أنه القطيع الأبيض والأسود رح يكون نتاجه غالبا أبيض وأسود وأنه البلقاء والرقطاء فيه اللي هو نصيب يعقوب المتفق عليه رح يكون هو القليل فقال لك أنا كمان رح يكون عندي نصيب الأسد ولابان قبل العرض نتيجة جشعه وطمعه ظنا منه مثل ما حكينا قبل شوي ويقولنا أنه رح يخرج بنصيب الأسد الآيات من 35 إلى 43 بيخبرنا الكتاب المقدس فيه عن يعقوب شو عمل بيقول فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء هذا لابان ليعزل كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى أيدي بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية فأخذ يعقوب لنفسه قطبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القطباني وأوقف القطبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب فتوحمت الغنم عند القطبان وولدت الغنم مخططات ورقة وبلقا وأفرز يعقوب الخرفانة وجعل وجه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القطبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القطبان وحين استضعفت الغنم لم يضعها فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب فاتسع الرجل كثيرا جدا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير يعقوب لغاية هاللحظة حكينا وقلنا أنه خدم 14 سنة عند خاله لابان لابان اللي ظلموا وخدعوا لكن الرب أختي جميل جدا في تعاملاته مع الإنسان الرب مع أولاده بيتعامل مثل ما يقول مزمور 103 يقول هو مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين فرغم جشاعة وظلم لابان إلا أنه بنشوف في هالآيات تعويضات الرب ليعقوب ومعاملاته مع يعقوب خلال الست سنوات ست سنوات فقط كون يعقوب فيها سروة طائلة عوضوا فيها الرب عن 20 سنة من الشغل اللي اشتغلهم بظلم اشتغلهم عند خاله لابان وإن كان يعقوب استخدم مكر مثل ما بيشوف بعض الناس بوضع القطبان المخططة من نباتات اللبني اللبني اللي هو نبات من من لبن كالعسل بيسمى الميعة واللوز والدلب الدلب بيسمى بالعبرية عرمون بيقولوله باللغة الاصلية لكتاب مقدس وهو نبات يوجد في السهول وعلى شواطئ الانهار وقت يجي القطيع حتى يشرب متى كان القطيع يخبرنا الطريقة اللي يستخدمها يعقوب متى كان القطيع سمينا وقويا أو في فترة الربيع وقت تكون المراعي غنية حتى في وحمة تتوحم تنجب أغنام رقطاء وبلقاء وإن كان استخدم هالمكر يعقوب لكن متى ما يقول معظم كل المفسرين يتفق كل المفسرين انه سر غنى يعقوب الحقيقي هو بركة الرب لانه الله الرب ما سمح ما كان بحياته بعيدا عن هالأمور التوحم واللي لغاية اليوم ماحده بيفهم كيف بتصير بعيدا عن هالأمور العلمية يعني لو لا بركة الرب لو لا سماح الرب ما كان الرب جعل هذا الأمر يصير حقيقة نشوف هذا الأمر واضح من خلال الإصحاح الـ 31 ليقول في يعقوب نفسه يقول في الإصحاح الـ 31 يقول أنه ملاك الرب ظهر له وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت ها أنا زا فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نزرت لي نزرا الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك في الإصحاح 31 بيبين لنا يعقوب أنه اللي عمل اللي عملوا في الإصحاح 30 كان عبارة عن إشارة أعطاه هي الله شلون يعمل حتى تجي هالأغنام بلقاء ورقطاء بناء على اتفاقه مع لابان انتقلت ثروة لابان إلى يعقوب واتسع الرجل اتساعا كثيرا جدا ليس بسبب الخدعة ولكن لأن الله يريد أن يباركه صحيح أنه فدان آرام كانت بمثابة إصلاحية ليعقوب أختي الأحبة لكن إلهنا هو إله كل نعمة احتضن يعقوب وصبر على يعقوب وبكل أنات ولطف وكرم وقدرة تعامل معه حتى يحميه ويحفظه ويصونه حتى يخرج منه وعاء آخر وعاء للكرامة ويرجع فيه إلى أرض المعاد حبائي هيك بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم وإلى نهاية هذا الإصحاح الجميل اللي فيه تعاملات بنشوف فيه تعاملات الله مع أولاده بكل لطف بكل محبة تابعونا في الحلقة القادمة من برنامج خدني معك حتى نتواصل فيها في دراستنا لسفر التكوين والإصحاح 31 اللي رح نشوف فيه هروب يعقوب مع زرجتيه ومع أولاده من لابان ومطاردة لابان لإله وإلى أن ألقاكم ربنا معكم خدني معك نمشي سوى المشوار اقرأ وفتش بين صفحات كتابك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة